الاستسقة بتاع المخ أو ارتفاع ضغط المخ وممكن يكون مصاحبه بعض الخلل في التقام الفقرات في أسفل الظهر ويطلع كيس من أسفل الظهر اتكلمنا فيه إزاي نعالجه سواء كان بالصمام أو بالمنذار ونعمل أنهي الأول وقلنا كمان أنه في بعض الحالات اللي بتستجيب للعلاج بالمنذار إذا كان سنها أكبر من سنة وبعدين بدأنا نتكلم على بعض الأمراض الأخرى اللي بنشوفها في عيادات جراحة مخ أو أعصاب بالنسبة للأطفال واتكلمنا شوية على بعض الإصابات اللي بتيجي للطفل نتيجة وجود أورام في المخ أشهر مكانين بيحصل فيهم أورام المخ في الأطفال الجزء الأولاني اللي هو فوق الغدة النخمية ده الجزء الأمامي اللي هو بيبقى موجود بيأثر على الإفرازات الهرمونات اللي بتطلع من الغدة النخمية ويأثر كمان على العصب البصري اللي موجود فوق الغدة النخمية فما بيطلع أورام في هذه المنطقة ويبدأ يكبر بنلاقي إنه فيه جزء منه بيبقى جامد ناشف وجزء فيه شوية كالسيوم وجزء فيه حويصلات أو سائل ما بيبدأ يكبر ويطلع لفوق بيضغط على العصب البصري فالطفل بيبدأ يشتكي إنه النظر بتاعه بيتدور ويبدأ يشتكي إنه فيه حاجات ما عادش شايفها نتيجة إنه مجال الإبصار بدأ يقل عنده ويبدأ يشتكي من صداع وإذا كان سنه صغير وما يعرفش يعبر أو يتبس لقيه بيعيط لأسباب غير مفهومة وبالذاته هو نايم يقوم من النوم مفزوعه بيعيط جامد جدا نتيجة إنه الصداع بيزيد أكتر والمريض نايم بالليل لإنه ما فيش صرف المية من المخ بيقل فضغط المخ بيزيد جدا أثناء النوم فتلاقيه يصحى مصدع قوي ولو مش قادر يعبر بيعيط جامد ومع هذا الصداع مهما تعمله ما بيروحش إلا لما يبدأ يرجع ويستفرق فضغط المخ يبدأ يقل مرة تانية والصداع يبدأ يتحسن أحيانا كتيرا بيحصل نزيف جوه الورم ده والنزيف ده بيبقى فيه زي مادة كوية كده بتهيج خلايا المخ فتلاقي الطفل ده يجيله تشنجات أو يجيله سرع أو يبدأ يحصل غيبوبة أو يبدأ يحصل حركات لا إرادية في الجسم ومش مصاحب لها لا حرارة ولا ألم ولا أي حاجة إنما هي مجرد تشنجات سرعية نتيجة وجود ورم عامل تهيج لخلايا الإشرة المخية وده يؤدي إلى حدوث تشنجات وقد تكون مصاحب معها غياب عن الوعي الفترة وعد كده أول ما التشنج يقف يبدأ يسترد وعيه مرة تانية في هذه الحالات نحن بننصح أنه لازم بسرعة نتحرك ونعمل فحص قاعين هيبين إذا كان في ضغط على العصب البصري ونعمل أشعات سواء كانت أشعات مقطعية أو الأشعة المفصلة جدا اللي هي أشعة الرنين المغناطيسية على المخ بالسبر ترجمة نانسي قنقر